السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وريبيو جديد نهاردة الحلقة اظنها هتبقى ممتعة جدا لكل حد بيحب يشرب اي مشروف في لبن لان نهاردة احنا هنتكلم عن افضل طرق لتفويم اللبن عندنا تولز كتيرة موجودة في السوق ويطرى ايه افضل وصيلة ان انا افاوم بيها اللبن طبعا احنا هنتكلم عن التولز العادية مش الستيمر اللي بيبقى في المشين هنتكلم عن التولز العادية اللي في متناول الايد كلها عندنا ايه التولز الموجودة اللي هنتكلم عنها النهاردة اول طول واشهرهم وتعتبر ارخاصهم وهي مضرب الكابوتشينو اللي احنا بنشوفه في السوبر ماركت وكلنا طبعا عارفينه بيتباع بحوالي خمسة وعشرين خمسة وراتين خمسين فكرة عمله بتحط فيه حجر اللي هو البطاريات بتاعتنا القلم ويتدوس على الزرار ليشتغل معك تفصل الزرار ويفصل معك طيب ده اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الوسيلة التانية او التول التانية تعتبر شبيهة جدا بالوسيلة دي ولكن اكثر احترافية وهي الميكسر اللي بيشتغل بالكهرباء ده الموضوع باختصار بتحط الفيشة وتدوس على الزرار يشتغل معك بيستخدم في عمل شربة بيستخدم في عمل هوت شوكلت طبعا اقوى بكتير من المضرب ده ولو ما خدتش بالك من انت شغال بيه حيبهدل الدنيا ويزروة الدنيا لانه قوي جدا فده تاني تول هنتكلم عنها النهاردة الحاجة التالتة هنتكلم عنها وهي الفرنش برس الفرنش برس اصلا معمولة عشان تعمل قهوة فرنسية ولكن احنا بما اننا مصريين فاحنا ما شاء الله عادينا ومش احنا رس والله برا كمان بيستخدموها في عمل تفويم للبن فده تالت طول هنتكلم عنها رابع طول والاخيرة وهي فوامة اللبن اللي معمولة اصلا عشان تفاوم لبن دي ماركت بودم فيه طبعا منها ماركات تانية كتير ولكن هي الكرتونة بتاعتها مكتوب عليها انها معمولة عشان تفاوم اللبن الاختلاف بين الفرنش برس والفوامة بتاعت اللبن ان الفرنش هي مش معمولة بتصميم ينفع للبن ولكن احنا بنستخدمها كده وبالتالي في بعض الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت شغال بالفرنش برس اول نقطة ان مع الاستعمال هي طبعا الطبيقية ان هي مؤهلة انها لما تستخدم تستخدم كده بالراحة عشان تنزل حبوب القهوة وتفصله معنا الميت احنا طبعا لما بنستخدم بنيه بنيديها فده ياخد بالنا من حاجتين اول نقطة الجزء اللي تحت ده الدايرة دي بتفك فانت لازم تتأكد انك رابطها كويس قبل ما تستخدمه عشان يبقى هو مسك النقطة التانية ان الشبكة دي مع كتر احتكاكها جوه بالفرنش برس ممكن تتني او تطبق تديش نتيجة كويسة فلازم ناخد بالنا منها النقطة التالتة انك هنا الفرنش برس عشان اقدر اكب منها اللبن بعد ما خلص المصفى دي لازم تبقى طلعت برة خالص لان لما اجي استخدم كده 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 واسبها في عندي مسافة بين المصفى وبين قاع الفرنش برس فبقى فيه متكوم تحت فومنج وشوية لبن فيهم خير كتير محتاج ان انا اخدهم فلازم اعمل كده واطلع واشتغل لكن الفوامة هنا مفيهاش كل العيوب دي اولا هي مصممة انها تعمل اللبن ثانيا فيها زي ما احنا شايفين في الغطى الجزء ده اللي هو بيتوافق مع البوز فلما احب اعمل فومنج بقفله واشتغل ولما احب اصب بروح فاتح كده وابدأ اصب عادي جدا زائد ان الجزء اللي ده ده ما بيمنعش ان اللبن كله يطلع طيب احنا كده تكلمنا سريعا عن الاربعة احنا قلنا سعر دي حوالي 35-50 جنيه دي كانت على حسب ما انا اشتريتها بـ 200 جنيه كانت ده من فترة الفرنش برس على مرضو ما اعرف ان هي اسعارها من 150-200-300-400 على حسب الحجم والديزاين الفومنج دي انا كنت جابها بـ 500 جنيه من فترة برضو كبيرة وعارف انها تبقى اغلى شوية فدي كده الاسعار بتاعتهم خلينا دلوقتي نجهز لبن ونعمل تجربة هنعمل ايه هنجيب نفس كمية اللبن الاربع تولز ونفس الطايم للتشغيل ليهم ونشوف اوضى النتيجة هتبقى عاملة ازاي فهنجهز الحاجة ونرجع لكم فانتظرونا ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما جهزنا اللبن عندنا دلوقتي نفس كمية اللبن موجودة في الكوبايتين وفي الفرنش برس وفي الملك فردر خلينا قبل ما نبدأ بس اقول معلومة مهمة جدا كان من ضمن الحاجات اللي جبتها وجربتها ملك فردر ماركة بيولاتي الملك فردر دي معمولة من التيفال استعملتها فترة ولكن مع الاستعمال المتكرر حصل فيها مشكلة بالنسبالي وهي ان الجزء الاسود ده بدأ يجرح في الجدار الداخلي للبيولاتي وبالتالي قشر فبقى صحيا غير صالح لاستخدامه فاي حد هيجيب حاجة تيفال يتأكد ان الجزء المدور ده ما يبقاش فيه اي بروز لان انا هنا اكتشفت ان فيه بعض البروزات في البلاستيك ده هو ده اللي كان بيحك في التيفال فيتأكد ان ما فيش اي بروز ويشتريها عشان بس ما يخسرش فلوسه طيب نرجع ونبدأ مع اول طول وهي المضرب بتاعنا احنا هنسبت الوقت خمسوشر ثانية لكل واحد نبدأ باول طول ونشوف الطول دي في مدرستين مدرسة بتقول انك انت تبدأ تطلع وتنزل كده طول ما انت شغال وفي مدرسة بتقول انك تسبت فوق الاول وبعد كده تنزل تاني انا مع المدرسة انك تطلع وتنزل كل شوي كده احنا خمسطاشر ثانية خلصه طبعا جهزين بالمنادين نيجي للطول التانية ودي احنا زي ما قلنا خزرنا منها هي قوية جدا فناخد بالنا وحنا شغالين هنبدأ خلصنا كده تاني واحدة هنيجي تمام وزي ما قلنا لازم نفتح الغطى الاول طبعا النتيجة واضحة جدا اللبن نازل كريمي وكميته كترت ما شاء الله ونيجي اخيرا ل هنا زي ما وضحنا مجرد بس بنفتح الغطى ونبدأ نصب نفس الفكرة نازل كريمي برضو ولكن الكمية اكتر يمكن الصورة كده واضحة لحضراتكم ان اكتر كمية فوم اتعملت كانت بالميلك فردر تليها الفرنش بريس تليها المضرب الحجارة واخيرا مضرب الكهربا طيب عشان نشوف النتيجة اكتر انا مجهز معايا شط سبريسو هنبدأ نحط شوية ونشوف الفصلة بقى هتمشي ازاي خلينا نقرب الكاميرا ونشوف الفرق بينهم عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ مضرب الحجارة عبارة عن شوية فوم وتحتيه الاسبريسو اختلط باللبن فبقى اكتر ان هو يروح للكاوتشينو المضرب الكهربا نفس الفكرة ولكن الفوم اقل والفرنش بريس طبعا عملت 3 طبقات بتاعنا التحت اللبن وفوق الاسبريسو وفوق اللي هو الكريمي او الفوم واخيرا الملك فردر وزي ما انو شايفين الشكل الرائع انا مش محتاجة اتكلم عليه جماعة عن منظر عامل ازاي فده كده شكلهم هما الاربعة كده اظن النتيجة واضحة لحضراتكم لو حنتكلم عن مميزات سريعة طبعا ميزة المضرب ده انه هو حجمه صغير مش مكلف وسهل الاستعمال نتيجته نوعا مامور دا لو حرجو تشرب كابوتشينو لو حتعمل لتيه ومحتاج اللبن يبقى كريمي يعني مش دايما بيزبط معك مضرب الكهرباء طبعا يعني انا ما بركومندوش خالص بصراحة وخصوصا في الاحجام الصغيرة يعني كل ما كان حجم اللبن قليل او الليكود قليل مش هايبدي معاك نتيجة زايد انه سعر نوعا ما غيالي زايد انه بحتاج مصدر كهرباء ممكن ما تبقاش متوفرة فانا ما بركومندش المضرب ده الفرنش بريس طبعا الاداة بتاعها كان مرضي جدا مع العلم ان احنا ناخد بالنا من بعض التركات اللي قلنا عليها ولكن هتديك كريمي كويس هتديك فوم كويس زي ما حدراتكم شايفين طبعا الملك فرذر انا بالنسبة لي تعتبر افضل اختيار زي ما حضراتكم شفتم دلوقتي لانها هي مخصصة للموضوع ده وبالتالي هم عملوها بطريقة ترضي الجزء ده فده اختياري الشخصي انا عمدنا لما بستخدم بستخدم الملك فرذر او الفرنش بريس او مضرب حجارة فكده اظن النتيجة واضحة لحضراتكم واجابت سؤال كتير ناس بيسألوه ارجو ان الحلقة كانت مفيدة لحضراتكم والمعلومات اللي فيها كانت مفيدة شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وريبيو جديد تنسوش السبسكرايب واللايك والشير سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا عن لا اله الا انت استغفروا كاتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته